الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل انبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على بطلة كربل العقيل زينب السلام على قمر بن هاشم بالفضل عباس ورحمة الله وبركاته سيدي يا أبا عبد الله ها هم خدمة زوارك ومن جوارك وفي حرمك نشخص بأبصارنا نحو ضريحك متوجهين بقلوبنا ودموعنا نحو عليائك ننشد السلام عليك معلنين الانتماء إليك مستاذنين بالدخول إلى حرم تحف به ملائكة ربك مفتدئين بآيات من الكتاب الكريم ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد الله صلى على محمد وآلي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجالهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله صدق الله العلي العظيم نقف جلالا وإكراما لقراءة صورة الفاتح على أرواح الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه للدفاع عن العراق وعن مقدساته من القوات المسلحة والحج الشعبي المقدس وعلى أرواح شهداء عملية طوفان الأقصى المقامة الفلسطينية ضد الاعتداء الصهيوني فلنقرأ لهم الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد نسأل الله العلي القدير أن نسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن صديقة الطاهرة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأبى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحارفوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونونا على لسان النبي أمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت علي عارفا بظلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف برحمتك يا أرحم الراحمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك أبدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك يا حسين لبيك يا شهيد لبيك يا حسين حسين الحسين لبيكورج